موسيقى موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بالحلقة الأولى من الموسم الثالث من تلستان بيطلع عليكم بعد صيفية حافلة بالمهرجانات والأحداث الفنية والشائعات والتصريحات النارية بحلقة الليلة من تلستار نضال الأحمدية بأفصل اتهام بسبب ملحم بركات وخالد أيمن الذهبي أصالة بتهدي سوريا أغنية باللهجة المصرية ووراق كل مهرجان لبناني زوجة سياسي بتتفخر بأنه زوجة أقوى من زوجك وبين الفن والوجهة صيف فني بلبنان ألبوم إليسا بالمرتبة الخامسة عالميا ومين ضربته كاني طاقوى عليها؟ مونير بوع الساف أم عديلة؟ كيف تلاقيت إليسا وجمهورها تقييم موطورة لألبومها الأخير؟ مين الرجل اللي أعاد بأمواله فنانات الأمس إلى القادر؟ موسيقى حطيتك براس تاركني لحالي تشرت بهالليالي ولا منك خبر جاي على بالي بقربك يا بالي طول السهر يلا للفرحة نقول إن شاء الله قيام الحفة تضلق حلياني بهالك قلبي على ولدي وقلب ولدي على الكلب الكلب ما أهضمه بلوي هلو بلوي لأ هادي كتير حلوها الكلب ولازم تكون مرشحة قوية لتكون مستق هاي بلوي وديوفنا بحلقة الليلة لمنتج مروان حدد والصحافة إلي أبي نجر وكان قصدي وما عندي مشكلة بقولة سيرين عبد النور طبعا لأنه سيرين عبد النور اليوم بده مليون سنة ضوئية نادين إن جامتها تقدر تنفسها حسب ما شفت هيك شي سريع وبقل له لرامي عن محبة إنه هو نظلم لأنه ما كان فيه مغرش جيد عم بيديره البداية من صحة الموسيقار ملحم بركات اللي كانت حديث الرأي العام اللبناني الأسبوع الماضي بعد ما بدرت الأعلمية نضال الأحمدية وعبر موقع الجرس إلى الأعلان عن إصابة أبو مجد بالسرطان ونقلت عن لسان طليقته ماي حريري أو لا أبو مجد عم بيودعنا هالخبر نزل قصاعقة على محبي أبو مجد استدعى منه رد سريع مع الأعلمية ريمان جيم عبر صوت الغد نفى خلاله خبر إصابته بالسرطان ووضح إنه عنده ديسك وعاتب صديقته نضال الأحمدية على سعية خلف تحقيق سكوب على حساب صوته كيفك؟ شفت على الشغل شو شو خبرني شو ببشي عندي لسيت الطهبات بظهرية عامل نعالج هون معي ديسك من مطرحان يعني هلكت قد عشان قدي يعني بسيت نضال الأحمدية تعمل سكوب بهذا الموضوع عايب شغلة العالم وبسرعة فرطت مسبحتها الخبرية المجعة مع نفي مي حريري كل ما نصب لألة وقيل عن لسانة بالجرس بحديث سريع وأصير لمجلت لها وبهالحالة رجعت الأمور إلى ملعب الأحمدية اللي كانت أول من أطلقة الخبر الشائع وبهالحالة وأمام التطور السريع للأحداث وتحديدا بعد تصريح طبيب ملحم بركات لموقع الام تي في وبعد تأكيد وعد ملحم بركات بأنه بيه بخير اكتفت الأحمدية بتغريدة وحده ما تراجعت فيها عن المعلومات اللي نشرتها لكن اكتفت بالقول إذا أبو مجد عم بيكذبني فبيمون وبتشدر الإشارة أنه ملحم بركات كان معصب شوي هالصيفية وصار يفلت حكي على الطالع وعنم كلنا أخوات شتة مرديني كلنا أخوات شتة مرديني كلنا أخوات شتة مرديني كلنا أخوات شتة مرديني كلش جبوك تبيتكب علينا نحن ستين قد مهبنا نشر خبر عن صحة ملحم بركات ما كان الخبر الوحيد اللي أطلقته نضال الأحمدية بالفترة الأخيرة وأثار الجدل فخبر رغب الطليق أصال نصري أيمن الذهبي بإجراء فحص DNA لابنه خالد كمان صدر عن موقع الجرس ونقلته بيئة وسائل الإعلام العربية ومرة أخرى كان الرد من أيمن الذهبي واضح وما بيقبل الشك فأكد بتصريح بالصوت لصالح أحد البرامج الفضائية أنه خالد وشام ولاده ورح يبقوا ولاده لو شو ما صار وعا اعتماد خالد اسم العريان وليس الزهبي بجنريك فيلم ولاد رزق قال أيمن الذهبي أنه ابنه اتصل فيه وبرر موقفه بأنه اسمه هيدا اسم فني إذا خبريتين منهم كتير دقيقين حتى منقول غير صحيحين أطلقتهم الأحمدية وكانت نتيجتهم تجذيب من قبل أبطال هالخبرين فهل نقالت الأحمدية جزء من حقيقة معينة ما بيرغب أفرادها بالكشف عنها علنا أمن جرى في تخالف رغبتها بصنع سكوبات بزمن اللاسكوبات وأوقعت الرأي العام بمعلومات مغلوطة جعلت منا بعد كل هالسنوات وبعد كل سنوات الخبرة تصير مصدر غير موصوق وقبل ما نختم هالمحور لابد من التوقف عند أغنية أصالة نصري الجديدة اللي أهدتها لسوريا بعنوان عيش سكر وطن واللي شركها فيها الممثل المصري أحمد سهمي فكرة الأغنية مؤثرة وبعيدة عن الكليشيات الأغنية الوطنية وبتقول أصالة أنه إلى ست سنين أي من بداية لأزم السورية عم بتفتش عنها وبيبقى أنه الانتقاد الوحيد اللي وجه لها الأغنية وهي أنه مهدت لسوريا وما كان إلا لزوم باللهجة المصرية وهت لي نعيش وكي سكر ويجب ناريت ولو تقدر ما تسهرش لنص اللي حبيبتي عيش وسكر إيه ولي مش شايفة لنفسك من هي سيدة المهرجانات الأولى باللبنان؟ أليسة على خط النار بسبب سهرنا يالي شو هي آخر نصيحة وجهها مونير بوعساف لأليسة؟ عديلة بعدها مهدومة أو زيتتها شوي؟ موتورة كانت الأولى يلي سيرعت لتقييم الألبوم الأخير لأليسة وبين المزح والجد يبدو أن المدونة صاحبة الصفحة النقدية ضربت على الوطر الحساس بريك صغير ونرجع من سوا بنكمل ثلاثة نرجع مع كل مشاهدينا لحلقتنا للليلة من تلفتار برجع أذكركم أكيد أنه فيما نتواصل عبر عنويننا على السوشيال ميديا إنستجرام، فيسبوك، وتويتر وراء كل مهرجان لبناني زوجة سياسة ترغب أنه تقول لزوجة السياسة الآخر انتبهي جوزة أقوى من جوزك هيدا اللي عنوانته جريدة البلد بينما جريدة النهار تسائلت بطيبة كيف أصبحت كل المهرجانات اللبنانية دولية فبعد مهرجانات بعلباك وبيت الدين وبيبلوس الدولية صار عنا مهرجانات جونية، البترون، زوم كيل، دباية، اهدينيات الدولية أما من السيدات اللي عم بيقودوا دفة المهرجانات؟ فإليكم الأسماء على سبيل المثال لا للحصر مهرجانات بعلباك الدولية تقف خلفها السيدة نايلة نبيل دوفراج مهرجانات بيت الدين الدولية مسؤولة عنا السيدة نورة وليد جونبلاط مهرجانات اهدينيات الدولية أطلقتها السيدة ريمة سليمان فرنجية مهرجانات الأرز الدولية أعادت أحياء السيدة ستريدة سمير جعجة مهرجانات ترابلوس الدولية رجعتها السيدة سليمة أديب أشرف ريفي مهرجانات القبيات بتنظمها السيدة سنتح بيش ومهرجانات زو كيل الدولية بتنظمها السيدة زلفة فارس بويز مهرجانات صيدة دولية تقف خلفها سيدة بهية الحريرة بصفتها مؤسسة اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدة دولية أما رئيسة اللجنة الحالية فهي نادين كعين بقول أو بعد بكفة هيدة لمحة عن زوجاته وقريبات السياسيين اللي دخلوا على خط المنافسة وحبوا كلهم يتنافسوا على تنظيم المهرجانات بلبنان أملا بأن تحصد واحدة منهم لقب سيدة المهرجانات الأولى بلبنان أما مين هي السيدة الأولى فكل منطقة بتحلف باسم سيدة مختلفة وكل مهرجان وزوجة سياسي اللي بتوقف خلفه وإنتوا بألف خير وبالحديث عن هالموضوع ومواضيع أخرى كمان أكيد بيسعدنا نستضيف بستوديو تيليستار الإعلامة إلي أبو نجم مساء الخير إلي مصوار كيفك كريم كيفك أنت سوا مميح شو أخباري لحمد الله مبروك الرجع مرسي اشتقنالك نحن اشتقنالك إلي كتير مواضيع أحب أحكي معك أول شي أنت علامة معروف بانتقاد يعني هيك فيه أولي هزع برأيك الصريح بتحكي الحقيقة علاقاتك عندك علاقاتك شبكة علاقاتك كبيرة إن كان بين الفنانين الحمد لله والمتابعين عبر التويتر والإنستاغرام وبدنا نحكي هيك نقيم الصيفية أنا وإياك يلا أوكي يلا خلينا نحكي صح هذا اللي بدي أقول لك يا أنه بالرغم من الوضع المتأزم بالوطن العربي كله باللبنان كانت صيفية لبنان والعاني فينا نقول بالمهرجان كان فيه مثل منافسة بين منطقة ومنطقة من أحلى بيعمل مهرجان من التاني بس كان فيه كمان أسماء غايبة عن المهرجانات هلأ مثل كل سنة دايما اللي بيكون حضوره الفنة أقوى بيكون دايما موجود أكتر بالحفلات والمهرجانات السنة إحنا وجهنا تحدي كتير كبير باللبنان مع سوق الوضع ومع كل اللي يعانينا منه برضو كان عنا مهرجانات وحفلات كبيرة فيه مهرجانات كان فيه صعوبة أنها تكفي وقدرت تستمر وعملت حفلات حلوة زي ما نحكي عن الغيبين والحاضرين فيه ناس حضرت بقوة أليسة مثلا ما كانت بيستغرب هيدا الموضوع يعني زي ما نحكي يعني اليوم أليسة حالة استثنائية بعالم الفن يعني أليسة عندها نجاحات كتير كبيرة ألبوماتها بتبيع كتير أكيد عملت المهرجان ببيروت ما كان عندها غير أعياد بيروت هيدا هون بحط لواحد علامات استفهام حول اسم أليسة أنه هيدا النجاح كله طالما أنت النجمة الأكثر مبيعا وين حضورك بالحفلات وين حضورك بالمهرجانات يعني ما فينا نكتف اليوم بحفلة وحدة ونقول أنه نحن نجمة الوطن العرب طيب أنت برأيك أليسة لا شك أنا فنانة زكية طبعا وبتعرف شو بده زكية باختياراتها زكية باختياراتها طيب برأيك هي أصدان يعني ما بت هي فنانة ألبومات فينا نقول أكتر من هي فنانة مهرجان هلأ ما بعتقد في حدا بتجي الرزق عبيب بيته بيسكر بوجة أه وأعتقد أنه أليسة غير مطلوبة للحفلات وهيدا شيء يمكن منجتمع عليه أنه اليوم أليسة فيك تسماعية بالبوم بس ما فيك تسماعية لايف عن ستيج أوكي طيب أواق الكفورة جوزة فعطية فرس كرم ما فينا نقرنهم مع بعضهم بس أنا بدي أحكي عنهم هيك بصراحة طبعا أكيد أواق الكفورة أكيد يعني واق الكفورة هو ما حدا فيه ينكر أنه نجم لبنان الأول واقل اسم الله علي بالبنان بكل الدول العربية طبعا ما بتلاقي كرسة تقعد فيها مزموط واقل من سنة الماضي والسنة كان بلا منازع كان نجم مهرجانات نمبر ون حفلاته كانت كلها سولد أوت قبل فترات كتير طويلة يعني لما نجي نشوف نجم مثل واق الكفورة عنده حفلة ببيروت وعنده حفلة بطباية وعنده حفلة بطرابلس وعنده حفلة بفقرة وعنده وكلهم سولد أوت يعني اليوم هيدا نجم عم يفرض وجوده بكل المناطق اللبنانية بحضور جماهير كتير كبير عم بيتخطى أكتر من التوقعات بين الأسامة اللي ذكرتين طبعا النجم اللبناني جوزاف عطيه عمل حفلات يعني جوزاف ما هده السنة عم زادت ملا عليه جوزاف كل ليلة بمحل يعني ما بعرف أصلا كيف كان عم بيلحق عمل حفلات كانت طب كانت أكتر من ناشحة كمان الحضور الجماهير اللي فيها كانت كتير كبير بعتقد أنه هيدا السنة كانت سنة جوزاف عطيه لمن فينا نقول أنه ما كانت سنته السنة هيك سرعة كم اسم عديت فارس كرم فارس كرم ما كانت سنته طبعا فارس كرم يعني كان نسكر سنته بعدد حفلات هائل عادة وسبشيلي بالصيفية أما السنة كان وجود فارس كرم كتير ضعيف إن كان كإصدارات إن كان كتواجد بالإسم إن كان كتواجد بالحفلات والمهرجانات ما شفنا فارس كرام شفنا بمحلات بعض المطاريح باعتقد أنا كان لازم فارس يعيد أصلاً دراسة الخطة اللي هو ماشي فيها لأنه السنة معرنة بغيره أشط طيب بدأ أحكي شوية عنك بس كمان ما بدنا نظلم بس إليسة يعني كمان فينا نحكي عن نوال الزغبة نوال الزغبة كان في آلبوم وكان في ريليز وكان في ماركتينج بلان كتير كبيرة ودعاية كتير قوية بس ما عملت مهرجانات كتير وبرضه طلعنا بيه جدع بصورة الأمرأة اللي عم تبين كفتات وما زبطت معها بالصيفية لأنه ما كان فيه تواجد غير بمهرجان أعياد بيروت يمكن كان فيه حفلة بمحل تاني ونلغت ما تكفوا فيها وحتى بأعياد بيروت ما كان فيه حضور كبيرة بدي أحكي عن ساعد هيك بصرعة كمانا ساعد الأغنية الأخيرة اللي أطلقها لمجرد كمان فيه شي بساعد هزارة ما أنه قريب للقلب أول شيء طبعا هي ذي كاريزماتيك وفيه قبول عند الناس لألو تعرف فيه فنانين بيكونوا كتير شاطرين وكتير صوتهم حلو بس لعنا مش قابلتهم ما بتعرف ليه تأهل بيبقى على ساعد فنان مهضوم بفوت على القلب نجاح وكان في لبنان كتير كبير وبالوطن العربي كان كتير كبير برأيك بالأغنية الأخيرة اللي أطلقها كمانا هيك مثل أنه رجع إذا بدنا نقول بين براكتز الحكي والنميمة اللي كانت حوالا موضوع اللي طرحناه نحن بترستار هلأ تعيبا عن اللي قلتيه ساعد مش بس بيملك الشكل والكاريزمات ساعد بالآخر خريش برنامج سوبرستار على فئة الطرق بالشعب ساعد بيغنى يعني ساعد اليوم مغنى بيقد صح وعنده صوت حلو اختياراته كانت دفرنت هيدا سبب نجاحه مضبوط الأعمال اللي قدمها كانت كومبليكلي دفرنت اللهجة المغربية كان بعدها جديدة على السمع بالوطن العربي ككل ما في شك انه كان جسر عبور لهيد الأغنية من المغرب العربي وبتحديدا من المغرب للدول العربية التانية اما انا ما كتير بحب فوية الخاص بالفن يعني اليوم ما فيني اقول انا انه هلنجح ساعد المجرد باخفاء القصص يلي صاري تحاول اسمه اللي انت عم تحكي عن عملية الاقتصابة اللي انحكي فيها كتير بأغنيته الجديدة ما بعتقد انه فينا نقارن بعتقد هذي كأزمة معينة اكيد اثرت عليه اكيد اثرت على اسمه بمحل من المحلات بس ما بعتقد بتأثر على الاودو يعني الاودو كان بيقدر يكون اقوى من هيك كان بيقدر يحقق نجاح اكبر من هيك وانتشار اعلى من هيك حتى لو في هذه القضية يعني ما فينا نقول انه اليوم ساعد المجرد اشط او تراجع لورا عن اخر اغنيتين نزلون اللي هن انت بغي يا واحد والمعلم بغلطانة لانه عنده مشكلة خاصة يعني هو تراجع لانه اختياره ما كان صائب بعتقد اخر اغنيتين قدمه نساعد ماشي ساهل وغلطانة هو بيعرف انه مش باللفل يلي كان متوقع ومنتظر منه اغنية عملت ملايين المشاهدات ما بدي فوت كيف عملت او كيف ما عملت اذا صح ولا غلط لانه هون الرأي العام بيختلف على هيدا الموضوع بس هل قد نجاح كبير ما فينا اليوم نجي نلوم مشكلة خاصة ونحط انه الاغنية فشلت لانه عنده مشكلة خاصة لا الاغنية ما لقيت نجاح وما لقيت الصدر المطلوب لانه اختياره كان غير صائب مثل الالبوم اليوم يعني اليسا عادة الالبومه بيكون موجود بيكسر الدنيا يعني اليسا لما تنزل ريليس ما حدا من كل الريليس اللي بيكون عم تنزل المقبيلة طبعا غير النجوم المنافسين الكبار بيقدر يكون متواجد بينما السنة لحظنا انه العكس يعني اكيد مش تقليلا من قيمة من قيمة حدا ولا تقليلا من مكانة حدا نصيف زيتون اليوم نجم مكسر الدنيا ما في شك بس انا عم بيحكي عن النجوم يلي هنه مش بالعمر الفني مثل اليسا بيوجود الالبوم نصيف زيتون اليسا ما قدرت عملت شي بالماركت يعني اليوم اليسا اللي هي عادة بتكون بتكسح الدنيا الالبوم اليسا نزل يعني اجعل حكي وفل الحكي ومتل معه كأنه مع طعم بينما الالبوم نصيف بعده لليوم مراتي بقول يعني اغاني نصيف زيتون بتجي بتفوت تشوفي عن غامي يوتيوب كل الاحصائيات بتلاقي انه نصيف زيتون نمبر ون نمبر تو نمبر ثري نمبر فور فايف سيكس سبن بعدين بتشوفي أسامة تانية اليسا بدأ انتقل من موضوع الفنانين الى موضوعك عن شغلك انت شخصيا عن الموقع اللي انت بتديره بتجرد بتجرد علاقتك بالممثلين خليني اعطيك حالة معينة وتقلي انت شو بتحس فيت على عشا كبير فيه نجوم كتار بالنجوم فنانين ونجوم ممثلين نجوم شو بتحس بتحس في كمية كذب بتحس في كمية هلا انا اذا شفتك جوا بيناتون اول شي رح اقرب لعندك خلاص قبل ما اطلع فينا نوقف المقابلة وخلاص اكتفت لا مش معقول تكون انت قدامه معرب لعندك مرسي قلي لا عجل بتحس في لانه عم منشوف هلا مع السوشال ميديا مع هلها التواصل عم منشوف بابا الانسان مخبخ باره عرفتشو قصدي يعني صلنا عم نشوف مثلا مين عم يتملق عمين مين عم بيسير مين ليوسا لا انت اكيد انه معقولة تجمعيهم كلهم بسالون واحد وتفوت عليه وتضلك صاغ هادا سؤالة لا ولا مرة هادا الشي مستحيل يصير ادي بتحس انه في ناس بتكذب انت بتشتغل عنا مشك لنحنا بلبنان بالذات يعني ما بدي اليوم اجي يقول انه بس لبنان وانا بين انه انا عم كسر باللبنانية او بالاخر انه انا بنتمى لهيدا البلد وبنتمى لهيدا الوسط وبالزبط الوسط اللبناني بس نحنا يعني اذا بتروحي على مصر غير يعني اكيد في منافسة اكيد في غيرة واكيد بمحالة محالة فيه لا هي مش انا بس ما في هيدا الحقد الموجود باللبنان اي لا في حقد لانه كل واحدة ما بتطلع هي شو بدا تعمل كل واحدة منهم عم تطلع بغيرها شو عم تعمل لحد تالت جاري بتعمل احسن منها اليوم مش واجباتك تطلع بغيرك شو عم بيعمل طبعا لازم تلقي نظرة بس انت لا تقدر تتقدم وتكون انت بالواجهة بديك تطلع انت كيف كنت قبل وكيف صرت اليوم اشتغلي على حالك انك انت تتقدم لانه ما رح تقدر تأسر عليها يعني مثلا اعطيك ايجزام انت اصار معك اصلاح ايه انا بمحالة بلا ما نذكر القسم كدنا بلا ما نذكر القسم ايه مستويات ما بحب انزله لهون وصلت نعم بس نادين انجام لانه عندنا يعني لانه نحن عندنا هيد المنتالتي انه لازم انا كون موجودة يعني اذا انا كتبت جملة على تويتر وقلتلك فيها انه برمضان الماضي فقدنا لحضور النجمة اه ليه بدا تستفزها لانا دين انجام يعني انا ما ذكرتها ولا قلت انه هي مش نجمة انا قلت انه رمضان اشتق لنجمته وكان قصدي وما عندي مشكلة بقولة سيرين عبدالنور طبعا لانه سيرين عبدالنور اليوم بده مليون سنة ضوئية نادين انجام تقدر تنفسها لان اتفع على الموضوع اول شي سيرين عبدالنور تاريخ وعمر فن 16 سنة تاني شي سيرين عبدالنور نقلت لدراما اللبنانية للعالم العربي هاي دي الخطوة ما حدا نعملها مع مصر تبتلاقي انه عم تتحارب سيرين من قبل نجمات كتار طبعا انا ما عم بسقى مكون عم محمد الشيطان لا طبعا اكيد ما في شك انه اليوم سيرين اي حدا ناجح اليوم بيكون لكل عينهم عليه وبيكون كلهم عينهم فيه بس الي نادين ناجحة كمانو عم ينباع مسلسلات بالوطن العرب طبعا لانه تايم حسن موجود بالبطولة طبعا لانه تايم حسن موجود بالبطولة يعني انت بتلاقي اذا نادين بلا تايم ما بينباع المسلسلات انا شو عملت نادين نجام بدور الغجرية يلي عملته شفنا نجاح العمل وشفنا المساحة يلي اخدتها نادين وكانت هي فيها بطلة مطلقة وانعرض على اكتر من فضائية عربية وما حقق اي نجاح يسكر طب بدي ايلك شي اصلا ما بعتقد ان في حدا بيتذكر قسطه طب بدي ايلك شي بس عمل واحد ما فينا يعني ما هي الكل اللي بيراصيدة ثلاث اربع اعمال ثلاث ارباعهم مع تايم حسن واحد بلا سؤال قدي ممكن صدقتك بحدا او محبتك لحدا وبتجرد انا اول واحد انت قدت سيرين عبد النور بالبرنامج اللي طلعت فيه باللجني التحكين اوكي مع انه سيرين تجمعني فيها صدقة كبيرة اي بتجرد جوابني قديش صدقتك بممثل بإعلامة بفنان بيتحكم بمشاعرك هلأ ممكن يتحكم بمشاعرك شي طبيعي بالبشرية بس يتحكم بمشاعرك انك تحاربه انك تمدح فيه او انك تكون بصف حده ضد حده طيب اللي جوابني صراحة بحي نحكي بتجرد هلأ ومنكفي على بتجرد ضد كوم بس هلأ رح احكيك بكل تجرد ورح قليك القصص متل ما هي مستحيلة جرد حالي كليا من انك انت انسان يعني انا جسم انا لحم ودم واحساس يعني انا مثلي مثل اي انسان طبيعي بسمع بحب وبسمع ما بحب بيعجبني او ما بيعجبني طبعا فينا حب ناس وطبعا فينا ما حب ناس بس اليوم وين بتكون ما انتك عم تشتغلي فيها صح وين بتكون انت زكية لما تقدري قدر المستطاع اني كتفرقي انا اليوم بحقلك يا هقدم الكلمة عندي مشكلة انا اليوم اذا بتجمعني صداقة بحدا وبلاقي انه عمل ما عجبني ما بمضحه بس يمكن كمان ما بضوع له انه ما انه حلو يمكن بتفادق اني اذكره اذا حدا عن جدها القد بيعنيلي بس بنفس الوقت ما بخون مهنت يعني انا اليوم يا كارين ما فينا ننزح اليوم انا بس اكتب شغلة ما بدي اقول لك ملايين رح اقول لك مئات الالاف من العالم عم بتفوت تقرأ وعم تعرف انا شو عم بكتب يعني كل كلمة انا عم بكتبها عم بتتأيد علي انا اليوم ما بقدر انا اجي كذب يعني انا اليوم ما بقدر اطلع اقول يعني انا اليوم ما فينا اجي اطلع هيك اجي يقول لك فجأة نجوة كرم فاشلة لانه انا مثلا ممكن يكون انا ما عندي خلاف مع نجوة انا بحكي انا بعطي اجزامبل أو مثلا إذا أنا اليوم بطلع بقلك أنه نانسي عجرم هي نجمة الوطن العرب الأولى بغض النظر إذا أنا اليوم بحبها لنانسي أو ما بحبها وأن أنا بحبها كتير بس اليوم ما فيك اليوم تجي تقولي لي لا مش صحيح لأن نانسي عجرم نجمة الوطن العرب الأولى من دون منازع يعني نانسي نجمة باللبنان وبمصر وبالمغرب وبتونس وبالجزائر وبالخليج وين ما كان نومبر وون آخر سؤال بس تعقیبا لا اختم هذا الموضوع فيك تكذب بس الكذب اليوم القارق والمشاهد والمستمع والمستمع منه غبه اليوم نحن وصلنا لمرحلة ضغر القارق والكاتب والمستمع رح يكشفك يعني إذا أنت مبين أنك أنت عم بتمدح بحدا لأسباب معينة هيعرف وإذا أنت عم بتزم بحدا لأسباب معينة هيعرف أنا اليوم بحلقتك قلتلك أنه فارس كرم تراجع نوال الزغبة راجعت قلتلك أنه نجمة كرم ونانسي عجم كانوا نجمات المهرجانات الأول جوزاف عطيه كان يوم أي يوم أي عنده حفلات وقال كفورة كسر الدن وين هون فيه أنت حسيت بمحل لا لا أنا عم بحكي بالمطلع على الموقع موقع بسرعة لأن بابا عندي ولا نقطة وقت بتجرد الموقع اللي أنت رئيس تحريره طبعا شو محضر شو مفكر أكيد حاطت بلان لها الموقع على كل وقت هيك الضخ فيه أشعة جديدة شو محضر له لموقعك؟ نحنا احتفلنا مش من زمان من تقريبا من شهر ونص احتفلنا بعيد ميلاد بتجرد هذا العيد الرابع صراحة بتجرد أنا بالنسبة لأقلي ما بعتبره موقع إلكتروني يعني كثير عالم بيشوفه موقع أنا بعتبره طفل يعني أنا بعتبر أنه هيدا إتس ماي بيبي بدون عالم يتضحكوا بس إنه إتس ماي بيبي أنا شفته عم بيكبر من سنة لسنة 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 اليوم صارنا برابع سنة بس أنا بدي قول للكل يعني بدي قعد كل القراء أنه أكيد هن لاحظوا من سنة ع سنة كيفي كثير تغيرات بتجرد رح قللن أنه السنة عم بيتحضر شيء كمانا بتير سباشل على بتجرد رح يكون فيه أساس ديفرند نحن عملنا ترند بمحل المحلات بالأونلاين غيرنا يعني بعد ما كانت مويع الإلكترونية شوي أكتر متل جرائد نحن طلعنا بفكرة جديدة عملنا حركة أكتر بالموضوع بقعدلن أنه هيدا الشيء ما بدي وضح أكتر بس رح نطوره بس قبل ما تاخد ميبليز بس ما أظلم حدا لازم نذكر بس كم اسم كمانا كان عنده تواجد كتير كبير بالصيفية ضروري نذكر نجوة كرم ضروري نذكر نانسي عجرم يلي كسرت الدني ضروري نذكر أسماء جديدة يعني بنا نذكر مش جديدة بس ما نذكر يعني مش من جيل نجوة كرم ومش من يعني مش مثل نانسي مش مش الأقدام ما فينا ما نذكر أنه ناجي قصة كان عنده حفلات كتير ناجحة بالصيف نصيف زيتون كان عنده أكتر من حفلة بأكتر من بلد يعني بكل بلد كان عنده أكتر من حفلة وكمان كان عنده نجاحات كتير كبيرة وألبومه top 1 ما فينا ننسى قيصر الغناء العربي قازم السهل اللي أحيى أهم المهرجانات ما فينا نذكر تامر حسني رجعته على لبنان بعد عشر سنين بحضور جماهيرة فائل عشر تلاف شخص يعني هذا إنجاز لتامر حسني أكيد فارس الغناء العربي عاصر حلاني لأنه فارس الغناء العربي عاصر حلاني حامل راية لبنان وينما راح واخر الختام كان بمهرجان الترابس إلي أبو نجم نحن منتشكرك كتير وعلى أمل أنه نرجع نشوفك بالتلستار أكيد راح نرجع نشوفك مرة تانية بأخبار جديدة كلتو فيق لألك وغود لك أنا بدي أقلك مبروك لراجعة البرنامج بعتقد أنه هيدا سيزن راح يكون أقوى من سيزن الجي من سيزن الماضي لأنه أنت سباشل لأنه أنت دفرنت لأنه طريق طرحك للمواضيع دفرنت بدأت منالك التوفيق وأنا تشرفت أنك نضيف أول حلقة بافتتاح الموسم إن شاء الله وجه بيكون خير عليك إن شاء الله يا رب مرسي إلي لازم نعترف بأنه إليسا إلا بكل عرص أرص بالوقت اللي عم نحتفل فيها الأسبوع باحتلال ألبومة الجديد سهرنا يا ليل المرتبة الخامسة عالميا ضمن لائحة موقع بيلبوت تلاقيت إليسا عدة ضربات وكل ضربة من جهة بالبداية اتهمى الشاعر محمود صلاح بسرقة فكرة أغنية ملكة الأحساس من أغنية ملكة جمال الكون لها يفور تانيا التهمة بسرقة لحن أغنية ولا بعد سنين من أغنية تركية وهذه التهمة كان علي علامات استفهام لأنه إليسا أكدت إن شاري حقوق الأغنية التركية واسم الملحن التركي وارد على غلاف ألبومة ولا بعد سنين يجي يوم حب لي يخلص ولا ينقص حبتي وكيم كمان حب لي لا إي زاية مرتي بشمان ألوك بيري جن دنرسا اسكدن دي دي بكتجين أما الهجوم الأبرز فكان للشاعر منير بوع السيف واللي من دون مقدمات حب يعطي رأيه بألبوم إليسا فطلع معه إنها متكبرة وإنه ضيعان الوقت والميل يلي عم ينهدر على 16 أغنية بألبوم واحد مصيرون النسيين وبطبيعة الحالة جمع حوله أعداء إليسا من الشعر وعلى راسهم أحمد ماضي اللي تهجم بطريقة بشعة على إليسا وفنزيتها وسنده المؤلف والملحن بلا لزين بالمقابل دفع الشعر اللي تعاملت معهم إليسا بألبومها الجديد عنها وبمقدمهم صلاح الكردي وهلأ إلى عديلة اللي حتى راسها براس إليسا ويوم إيه ويوم لا عندها شي تقولوا عنها فمنشوف سوا عديلة شو عامل بإليسا بآخر شهر ببس عديلة مش وحدة بمواجهة إليسا مؤخراً انضمت موتورة لموجة النقاديا اللي عم بتطال ألبوم إليسا الأخير وهيك ببوست واحد براشية موتورة أغاني إليسا بشكل مباشر صريح وللحقيقة مضحك مروان حداد ليه بالفضل استفاني صليبة على داليدة خليبة نحن مرأنا هيك بغيمة صيف أنا وياه هي بس غيمة ميحة يعني لا هيدي عدم حدد غيمة كيف أقنع يوسف الخال بالعودة إلى أحضان مروان جروب بريك أعلينا صغير ونرجع من بعد ما نكمل تلاي ستاير نرجع معكم مشاهدينا لحلقة ناو بيسعدنا نستضيف بستوديو تلستار المنتج المثير للجدل مروان حدد مساء الخير مروان مساء النور بينقال عنك مثير للجدل لأنه بعد كلمه قابلة فيه يعني يمكن لأني واضح شوي وصريح مش هناك مش معاودين هاي عليها باللبنان مش معاودين أبدا أبدا على كل المستويات يعني مش هنحكي فنة بس صح متجين هني رجعوا على الدراما اللبنانية والممثلين في أحضان طب أنت عليك أنت شايفة أنا شايفة لأنه أنا جربتها بال2007 في التاريخ وعملتها الخلطة يلي وحسيت أنه صرعة يعني بالموضة حتى في أوقات تيمروا صرعة بعد شوية بتلاقي بعد فترة رجع على الكلاسيك مشي بحيالها شي وين ما كان فأنا كنت شايفة نوع من الصرعة ما بتعيش أول شي لأنه الدراما مفروض تشبه كل دراما البيئة تبعيتها وقد ما يكون نحنا إذا بدك أشقاء وحبايب وما بعرف شو بيضل فيه اختلاف بالبيئة وهالشي بيّن يعني بتلاقي الناس مثلا هيدا بيوا مصري أمه سورية هو لبناني يعني ما كتير استثنوا لكن هن يعني كيف قصموا الأدوار ما أناعوا بس هو فيه كتير مجتمعات مختلطة لك بدك تعملي نص بده شغلي كتير وبدك تترك ببيئة وتعملي لينك بين ناس مصاروي وناس سورية وناس لبنانية شغلة مش إنه هو اللي كان عم بيصير لأنه بيجي من عمل نص بيكون معمولة نقول باللبناني بيجي المنتج بيقل له افتحيلي خط سوري عمليلي خط مصري بيبين ملزع هيدا أكتر شي أثر على منه منه من الأساس طيب بيظل هال إذا بدك الفوعة طبعا الانتجات الصرفي تكبر إذا فينا قول أو كبرت شوي الخاصة براس بعض الممثلين والممثلات وتكبروا على الانتجات الدرامية اللبنانية الصرف لا مش أصد تكبروا أبدا هني كلهم اليوم أنا بفهمون يعني كلهم حبين بس في منهم تهجموا عليكم ما بتخيل ما بتخيل ما حدا عم بترجعوا الدراما لورا لا ما بتخيل حدا حكي به الطريقة يعني أنا مثلا ما فيه ممثل قال إنه عم بتراجع أو متقرب لا أكيد بس إنه اليوم بالبنراب أنا بفهم الممثل أو الممثلة يعني لأنه الانتج إذا بدك عم يروح على رقعة أكبر من لبنان فبيكون فيه مدخول أكتر للمنتج وبالتالي عم يرفع أسعاره فأكيد الممثل بالنهاية مثل كل إنسان يعني بدو يلحق مصلحته يعني طيب شو صار هجومك عمونة طاية هلا عنا يعني لأنه كات بهي أمير الليل بوجه لا لا أنا ما هجمت مونة طاية ولا مطرح ولا جبت سيرته ولا جبت ولا أي شيء بس إنه كتابات يعني نحسك إنه إيه عم بطلتشة أوقات أبدا 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 طيب شو رأيك بأمير الليل ما بقدر أعطي عنه حكم لأنه شفت هيك شوية شوية لأنه ما يصر لي إنه مبلش شر له أربع حلقات ومبرح بلش مسلسلة فحكما ما قدرت شوفه فمشين هيك ما بحب أعطي رأي هيك يعني يعني ولا فيك تعطيني رأيك برامي عياش كيف لقيته كممثل يعني أنا بفضل إنه بكير إنه أنا أعطي رأي برامي عياش قبل ما أشوفي كتير بس أنا بقول إنه حسب ما شفت هيك شي سريع وبقل له لرامي عن محبة إنه هو نظلم لأنه ما كان فيه مغرج جيد عم بيديره هيدا رأيك لو كانوا بين أيدي مخرج مخرج فعلا مخرج دراما أكيد كان رامي غير رامي طب أنت برأيك لازم على طول المسلسل اللي درامي يكون وراها مخرج أكيد هيدا ما قولت إنه أنا نصي وبس وأنا بعمل وأنا المثل وأنا الدراما عمل جماعي من النص للإخراج للإمثلين أي صغرة بتبين على الشاشة طيب بمثل الأمر صار شي تغير بالمخرجين إيه حسننا لأنه كان عندي مخرج أنا مع يعني إذا بدك كل إنسان بيغلط كانت غلطة مني إني نقيت مخرج ما عنده إذا بدك خبرة بالدراما بغرت دركت الأمر وصححت هو بيقول غير هك هو يصطفيل أنا بهمني كل واحد شو بيقول مهم أنا شو بقولي طيب مرمون طيب ستيفاني صليبة رهنت عليها مية بالمية وكمان ويسام صليبة رهنت عليها مية بالمية بيرعيها رهنت قبل عكتير وعزياد برجة وعلى بيتر سمعان وعلى ريتة بارسونة وعلى دليدا خليل وعمونة طايع والبدك إيه إنه ما في حدا مرحبك هلأ ستيفاني صليبة مفضلة عندك أكتر من دليدا لا لا محدة مفضلة عندي أنا اليوم أنا اليوم بالنسبة لإلي مش قصة مفضلة اليوم ستيفاني عم تشتغل معي يعني أنا وياها واحد مهنيا أنا زلمة يعني إذا بدك بعرف شغلي كتير منيح وأنا الأشخاص اللي بيشتغلوا معي أنا بتبنيهم وبالتالي أنا بحضنهم أنا بصير مسؤول عنهم أنا بدافع بحطهم وراي وأنا بكون ماشي قدام مش مثل العكس مش إن هيك اليوم ستيفاني هي معي بمثل الأمر أي شي بمس ستيفاني بمس نقلي خلينا نحكي عن هالموضوع بمثل الأمر الإيد ستيفاني أكلت وسام صليبة لا لا ما حدا أكل حدا كدور أبدا بالعكس وسام وسام كل العالم حبينه وبكرة رح تشوفوه بفيلم لأن بحبك عامل شخصية مهضومة كتير وأنا هلأ إذا بتشوفوه بمثل الأمر الجزء الثاني أكيد رح تشوفو وسام بكل طقاته وهو كمان برجع بقول إن ظلم لأنه هو بالأساس القصة دورة هي يعني بطولة مرة أكبر نحنا اليوم بالجزء الثاني تدركنا هالموضوع لأنه الكاتب جديد ما تأيدت أبدا إلا بالخطوط العريضة ستيفاني صليبة صار عليها هجوم نعم لا يعني ما قاله متيا أنا كتبت شيء على تويتر قلت إنه أنا أول ما طلعتها كل لبنين قام وما قاعد وحكي ولد وحكي وهول الصواي حفيين بيحكوا يعني على كل يوم بطلع لك بوجود هالسيطات كل يوم بطلع لك بفرخ لك واحد ما منعرف قرع تبيه من وين حصلوا السنة أنا قمت قلت بوقتها عطوها سنة وشوفوا شو رح يصير بستيفاني السنة بخبرك ثلاثة ارباع المنتجين نص المخرجين كل التلفزيونات مين بدون ستيفاني بس هيدا الشي اللي قلته أول إذا بدك خمس حلقات وقتها هاجمونا وهاجموا ستيفاني طلعت أنا وحكيت هالشي وقلت لهم بعد سنة خبروني وين رح تكون ستيفاني وقال له كيف أولادك قال له يحني قدامك طيب لما عم تنزل حلقات مسلسل هيدا آخر سؤال عم مثل الأمر بدي نطع غير شي لما عم تنزل حلقة مثل الأمر كمان على الفيسبوك في ناس عادة مشاهدين عادة كمان عم بيصير فيه انتقاد وإذا بدك سئلة على المسلسل على أغلاط بالمسلسل على أغلاط بتمثيل استفاني على أغلاط ب شو عملتوا بخصوص هيدا الموضوع أنا ببقى فيك تتخبى اليوم ما بقى فيه أخطاء نحنا بقى تبلشناها المخرج قلتلك لأي اللي تخبرته تعرض لأ صار عنا أخطاء أخراجية اسمها أخطاء أخراجية لا أخطاء تانية ولا شي كم فيه أخطاء طبية فيه أخطاء أشخاص اتدركنا الأخطاء زحنة جبنا حدا تاني خلصة الأخطاء نقطع على السطر بس فيه ناس بتضل تحب تتلت وتعجن يعني فيه لأيكي بالحياة فيه نوعين من البشر ناس بتحكي وناس بتشتغل والبدو يحكي يحكي طيب بعد هالخبرة كلها والسنين كلها بالشغل أنا احتفلت بالتلاتين سنة باريح مضبوط شو بتقول عن العالم بصراحة مروان اللي بيشتغلوا معك بالدراما شو بتقول عنهم شو بتقول إذا بدي عنها الدمان عن الدراما وكيف وصلت هلأ لأنه أنت اختبرت عدة أشجال لك خليني إليك شغلي أول شي الدراما هي جزء من المجتمع الدراما اللبنانية جزء من المجتمع اللبناني والمثلين اللبنانيين يعانون زيت المشاكل بعنوى اللبنانية فاليوم إذا فيه أزمة اقتصادية عم بتطال إذا بدي كل اللبنانية فحكما بدا تنعكس على المثلين يلي هن جزء منها وبالتالي اليوم في كتير المثلين عم يضطروا ياخدوا أدوار منعجبتهم أو يعملوا كمبرومي لسبب مالي اقتصادي لأنه أنت بتعرفي اليوم بدون يعيشوا العالم ما بيقدر يضلوا قاعد لينطر الدور يلي بيجيه وهي للأسف عم بتخلي إذا بديك أنتوا بتستفيدوا من هالشغلة كمنتجين لا لا أبدا نحن ما عنا إفادة من هالشي أبدا مروان أنت بتعرفي مين اللي عم بيتقرب صوبك لأنه بده دور ومين اللي عم بيتقرب صوبك لا أنا ما بفكر مين عم بيتقرب عن جد يعني هذا موضوع تخطيته من زمان أول ما كنت منتج كنت أمبصي عم بحكي ممثلين يعني اليوم ولاد شباب صوبيان بنات كبار لا لا هيدي أول ما بلشت بالإنتاج كنت أبسيط يعني هيدا يدقلي بده يمسي بيبقى مفتكر هلأ عم بيعشوها كتار أنه اللي بيبلش بالدومان جديد بيبقى مبسوط هلأ بعد فترة خلص ما بتقطعني لك الشغلة يعني بالعكس بتصير تحسيها عبق يعني فيه أوقات يعني بيجيني مئة اتصال يمكن بردع واحد يوسف الخال نعم عرفنا أنه صار فيه تواصل انتوية ولا مرة نقطع التواصل نحن مرأنا هيك بغيمة صيف أنا وياه ايه بس غيمة منيحة يعني لا هيدا عن محبة غيمة وشتكة معليش هيدا عن محبة وهو عرف هالشي انه عن محبة فيه محبة ايه أنا ويوسف ايه فيه محبة لأنه انت بتعرفي فيه مسلين كتار أنا وياهن بلشوا معي بالألفين وواحد نحن بالألفين وستاش ومنه نيوسف الخال ومجموعة كبيرة فما بتقيت الخمسة عشر سنة الخبز والملاح التعاطي وبغض النظر عن يوسف أو حيالله حدا يعني أنا بيسألوني انه برأيك انه بيضلوا يقولوا انه مروانا كان له كذا بقلوا ان اخر شي بس ينام عم خديته رح يقول رح يقول مين عطي الفرش طيب شو هلأ شو سير انت ويوسف شو في شي ماشي ابدا نحن ويوسف هلأ مبلشين عمل جديد كتابة طارق سويد اخراج زهار احمد قنوع ومعنا مجموعة كتير قوية من المسلين هو من اجواء دعاء الكاروان وكاد بطارق سويد وان شاء الله عم نعمل شي كتير كتير حلو هيك شوي بذكركم ببيب دريس المنتجين بين بعضهم اللبنانية هتلا نحكي عن اللبنانية فيه؟ علاقة أنا اليوم بصدر أنا مش ضروري اقول لك مسلا روح صادق حدا وانت ما بتطيع عن برسون لفل لا بالاخر 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 ليكون فيه صداقة بين اتنين بيشتغلوا كصداقة صداقة بحس لا ما بتضل لا لسبب بسيط لانه فيه اسرار مهنة بتصير بده تبين يعني فيه انه لا بس فيه اذا بدك بيضلوا اصحاب ممكن يلتقوا يظهروا اوكي هلا انا اهم شي انا اليوم بصدد جماعية المنتجين يلي قم نعملها لحتى اذا بدك نجمع كل هالمنتجين ونقدر نوصل بالدراما بالتنسيق معنا قابة للمسلم لمطرح احسن واحسن واحسن من اللي نحن فيه انا عم بتخيل انهار اللي فاتين كلكم المنتجين على فرد قوضة شو رح يصير بالقوضة لا انه ما بتخيل معنا موجود مطافيها اوكي مروان انا بدي اتشكرك واتشكرك عوجودك معنا واكيد يعطيك الف عافية على المسلسلات الحلوة اللي عم تقدمها وبتسل الناس والناس هيك بحبوا يحضروها على طول بنتمني لك كل خير واهلا وسهلا فيك بتلسط مرسي مرسي كتير كارين وان شاء الله قريبة بنشوف فيك بنرجع بعمل تاني معك ان شاء الله يا رب مرسي مروان مرسي شو صر الفنانات العائدات ومن اين لكم هذا مريا معلوف حققت حلم ابنها بمسابقة مستر ان ميسس دوكس بريك صغير ونرجع من بعد منكمل ما تبقى من تلستار نرجع معكم مشاهدين بالفقرة الأخيرة من تلستار رحلقتنا للليلة نضمنا الي ريف دو بروديوسر مصر خير كيفيك كيفيك صفا عنا موضوعين بدنا نحكي فيون الأول غريب شوي والتاني بستاهل كم علامة استفهام صحيح كارين فالموضوع اللي بيستدعملنا علامة استفهام خلينا نقول كبيري شوي هو موضوع شكل صدمة إيجابية للناس وتلقاها الجمهور هذا الصيف مع العائدات إلى الغناء شفتيون شفتون وسمعتون واستغربت وجودون والمال اللي هطل فجأة بكلبيتون وانتجاتون الجديدة صحيح فخلال السنوات الماضية اختفى عدد من النجمات عن الساحة الغنائية وتنوعت الأسباب بين انعدام الانتاج عدم اقبال الجماهير عليهم انتهاء ظاهرة الفنانات النص نص ولكن فجأة هالصيفية طلوا الحبيب طلوا الحبيب صحيح رجعوا حبيبنا رولا سعد بأغنية كتير بجن بجن عليك أمر يلا نغني فيفيان امراد بأغنية مصر عظيمة دينا حيك بأغنية حطيتك براسة وميليسا بأغنية مصرية ما تتسألوا شو اللي يرجعون فجأة واحدة المصاري اليوم بترجع الكل والفضل بحالة هالمغنيات إلى صاحب شركة لايف ستايلز استوديو اللي ظهر ليعمل كليبات لكل المغنيات المنسيات ولا يرجع يعزمون يقضوا بعض الوقت عنده بيكان وبيضيافته منسينا حدا دخليك نلي مأدسة لا 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 منسينا بس نلي مش مع لايف ستايلز استوديوز بس لحالة رجعت ومن انتجها الخاص وبأغنية مفيش رجالة على فكرة كارين من شركة لايف ستايلز استوديو منا مركزة بس عن الفنينات اللي كنا عم نحكي نحنا عليهم فهي كمان قدمت عمل لأمل حجازي اللي رجعت بعد تعافية من عارض صحة بأغنية ده حبيبي وعاصل حلاني بأغنية واكليب أحب الليل وانوال الزغبة بأغنيات عم بحكي مع حالي عم بحكي مع حالي عم شوفك بعيوني يعني هلأ مش غلط مش غلط بس أنا بدي أقلك شغلي يعني اليوم إذا أنا عادة كاتبة يعني عاملي مثلا ست كتب وقفت سنتين تليقتة أعمل عائلة وخلف أولاد وربيهم وقررت إرجاء أعمل إصدار مثلا عندي تسع كتب وعن بعمل عاشر بيمشى الحال بس اليوم بهيدا الوضع بهيدا السوشيال ميديا بهيدا عالم الغنى اليوم إذا الفنان يعني عم يتأخر ألبومه شهرين إذا بتسمعها مثل ما صار مع إليسا تأخر الألبوم ومنه حاضر وعليه مشاكل حتى الفنانين اللي هنا أعتبرون كاتيجوريقة عندهم كتير يعني صاروا ملاحقين على النقطة عم بيحرجوهن الجمهور تعولون اليوم أنا ما فيني روح أعمل تراجي حياة كامل وارجع بعد فترة ما بدي أحكي يعني كان مش لا نفس الشركة باسكال مش علاني كمان بس كل هدول العالم يعني اختفوا ما عدنا سمعنا فيهم وهلأ أنه رجعنا على الساحة الفنية أنا ماشي في الموضوع الأسهل يعني بيكونوا قاعدين العالم قاعدين هيك مرتحين عم يتشمسوا قرروا أنه بدون يغنوا يرجعوا يرجعوا كامباك ما عم بفهم أنت ليش من دايقة أول شي نحنا باللي فينا مكفينا اتنين هدول العالم عجد عم بحي بدون يشتغلوا كتير لأنه الناس اللي هنا كاتيجوريقة أو منهم كاتيجوريقة كتير حاضرين على السوشيال ميديا كتير عندهم اليوم نشاطات كتير عندهم حفلات ويدوب عم قليك أنه عم يتعرضوا لأنتقادات كتير كبيرة كيف هدول يعني العائدات من ال ما بعرف وين يعني لا يرجعوا إلى العمانة على كل حال الوقت رح يحكم يعني والجمهور رح يحكم إذا حب الأغاني أو لا بالنهية عندهم جمهورهم قديش صغير قديش كبير عدد المتابعين لألهم بس عندهم جمهورهم نتمنينهم الخير عندك غنية عمرو دياب الماضي انتهى لما عرفته عاكل حريف خلينا ننقل للموضوع التاني وهو مسابقة مستر الميسس دوغ صح اللي نظمتها الإعلمية ماريا معلوف وحققت من خلالها حلم ابن ناصر مع الإشارة أنه اللي اهتمها المسابقة وزير الصراعة أكرم شهيب ومحافظ بيروت زيادش ونقابة الأطب البيطريين بالبناء ناصر ابن الإعلمية ماريا معلوف عم بمشي كلبته بيلا وهو اللي كان ورا هالفكرة من المسابقة عم يحموا البيلا وعم يمشي فيها في الفترة الماضية هلكونا دعوة للتسكير ودعوة للدعوة ودعوة لضرورة الحضور ومنرجع منذكركم ما تنسوا تسجلوا كلابكم للمشاركة بالمسابقة ما في شك أنه هذا الحدث سرتقى بلبنان لمصافي خليني سميه دول المتحضرة أنه نحنا اليوم صرنا منحترم الكلاب ومنعملهم قيمة ومنهتم فيهم بس أنا في كم نقطة بدي ركزة لون أول شي مش إذا شو اسمه ابنك اللي صغير أنتوني مش كلمة أنتوني عبيلو شغلة لازم نعمل له إياها يعني إذا ابنها لماريا معلوف طلعت عبيلو فكرة كانت فيها هي كأعلامية كتير كبيرة ترجعها تصيغها بإطاري يكون بيتناسب مع الوضع اللي نحنا فيه أول شي الأطباء الويطريين بلبنان هدولي بدن بدن كلاينت يعني هنه ما قلن مصلحة خليني يسميه بالعمل الاجتماعي أو بده يهتموا فيه بالكلاب البلدية بيروت أو وزير الزراعة بلدية بيروت اللي كانت غايبة نوعا ما قبل فترة كانت هي منعت الكلاب أنه يتجولوا بالأماكن العامة بتعرفي من إجا رجع رجع هذا القرار مؤسسة اسمها بيتا هيدا المؤسسة هي تعنى بالكلاب المشردين لترجع تهتم فيهم وهيدا المؤسسة من أكتر من عشر سنين عن جدا عم بحكي إذا بتبعي أنا ما بعرف حدا شخصي فيها عملوا إنجازات كتير كبيرة بهذا المجال ساعدوا كلش في كلاب وبسينات المشردين رجعوهم للأنتراج طبعهم هو الوسخ إذا بدك مش من الكلاب والمشردين هو من الكلاب الباتس اللي عايشين ببيوت الناس اللي بينزلوا بمشوهم بطرقات بيروت يعني بكل البلاد المتحضرة بس تمشي الكلب ويقضي حاشتوا مثل ما بيقولوا بيشلولوا حاشتوا أنت بتمشي بشوارع بيروت هلأ غير الزبالة طبعا العائمة بس هي هون النقطة أنا اللي بدي ركز عليها بهذا المحال أنه عملوا هيدا المسابقة للإضاءة على موضوع أنه حسن رعاية الكلاب والاهتمام فيهن نحن هون مش مختلفين بس أول شغلة هيدا المسابقة بدي ديفه عليك أنه عرضوا طبعا يعني وتفوز الملكة برعاية تبية لمدة عام مأكلات لمدة عامين ملابس ممدريمين عظيم هدول العالم إذا احنا بدنا نجي نعمل نضوي على فكرة أنه بدنا نهتم بهدول الكلاب جيبوا كلاب من هيدا المؤسسات اللي هي عم تترجى الناس وتجي تدعمها للطعم هدول الكلاب وتقويهم بمكان ما بالوقت اللي كانوا مشاركات هني مجموعة من الديفز كل واحدة هيدا طلعت تستعرد كلبها هلو شوفوا بيلا شوفوا مباركي بابيون حتى البابيون الشوارفسكي تعولوا عم بتطلع علينا بهيد الليل الهون لتستعرد لنا جميلة نحنا منا ضد ولا منكرهن بس كمان جايز فيقوا على حالكن جيبوا أشياء عن جد يعني ما تعملوا عنوين to expose yourself أوكي وبتوصلوا على محل بالآخر منتطلع أنه لا هو ده نظام أنت عملتوا أو event أنت عملتوا ما رحوا النظام عملتوا خليني كمل جملتك شو عملتوا بس لحتى أنتوا بسيك نوع من الدعاية لقلكم أو أنت شي عابلك تعملوا تتسلي فيه أنت وابنك بس أنت فعليا خدمت المجتمع وضويته لا خدمت ولا ضويته كل هيدول الفنانين اللي هني كنوا موجودين منهم بحاجة أسيسا لدعم ومنهم بحاجة حدا يقدم لهم كدويات لكلابهم ومنهم بحاجة حدا يطعمين لكلابهم فكروا event شوي أرتب ورجعوا لجأوا لجمعيات تقدر عن جد السهم ما كنت كنوا في حدكن صار في لي أحكي ريف الجمعيات ما بتجيب ميديا ما بتجيب followers ما بتجيب ناس تحكي عني لما الديفة بتنزل هي وكلبة بش وراسك بيجيب على كل حال نحنا بدنا نتمنى التوفيق شو ما كده على طول أنت ملاحظة مع أنني سيئة تجيب حدا مع أنني سيئة أكيد تجيب حدا نحنا عم ننصح للأحسان وبنهية هني عم يعملوا عمل عام حفلة عامة وهني أشخاص من public figures نحنا كصحفيين طبعا هني بيعطونا الحق بالنقد الإيجابة لألون نحنا عم نقول أنه هذا الـ event بين عمل بس يمكن بيتعالج بطريقة بترجع بمنفع أحسان لكل الناس اللي بيهلموا بهذا الموضوع شكرا لك ريف نحنا وصلنا لختم حلقتنا للليلة من تلستار كانت حلقة يعني فيها يقول عننا كتير حلوة ومليانة بالأخبار ومليانة بالجوف ومليانة يعني بجنن أكيد فينا نحنا وياكم نتواصل عبر صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام والتويتر عم يمرقوا قدامكم على الشاشة حلقة جديدة من تلستار أكيد منتوقع الأسبوع المقبل بنفس الوقت ودايما عبر شاشة المستقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة